القلب موقفش القلب لسه بينبض ومستنيكي هو عمر عمل العملية عملها عملها ونجحت ورجع احسن من الاول كمان مبروك يا ودر الف مبروك الحمد لله مبروك عليك انت كمان لان من النهاردة بقالك في عمر زي بالزبط ويمكن اكتر كمان ما تقوليش كده ربنا خليه ليكم ومحرمكوش من بعض ابدا وميحرمناش منك ده انتي السبب في اللي احنا فيه ترجعتنا روحنا جمعتينا بعد ما كنا هنفترق اديتينا امل في بكرة الحمد لله الحمد لله عايزة بقى بعد كل ده بيسيبك تعيش لوحدك كل واحد بياخد نصيبه يا هدى علشان كده انا انا جايا لك النهاردة وجايبة معايا نصيبك نصيبي ايوا نصيبك انا جاي اطلب ايدك النهاردة ده اشرف جوزي ايه ده ده الغداء بتاع ساعدتك كل يوم صلة اوتونة صلة اوتونة انا زهقت بقى دي تعليمات الدكتور يا ساعد بيه وده كل عشان مصلحتك بس انا شامي مراحة بيتزا دي اكيد جاي من برا مش من عندنا طب اقفل الزفت الشباك انا مش نقص عذاب تحت امر ساعدتك لا لا الريحة دي لا يمكن تكون جاية من برا الريحة دي من جوا ايه اللي انتو بتعملوه ده يا سادس خير يا ساعد بيه في ايه بتقلبين الشركة مطعم ولا ايه ساعدتك دي ساعة الريحة بتاعتنا وقلنا بدل ما ننزل في اي مطعم هرير جبنا قتلينا هنا ونوفر وقت للشغل ما تتفضل معنا يا ساعد بيه ساعد بيه له نظام خاص في الاكل لو سمحتوا خلاصوا بسرعة عشان تكملوا شوفوا بره حضرتك قلت ايه يا ساعد بيه بقول لكم اطلعوا بره كلكم خير يا ساعد بيه حصل ايه من النهاردة مفيش اكل في الشركة فاهمين مفيش اكل في الشركة بره ايه ايه ده ايه ده يا ساعد بيه ايه اللعب دي كلها ايه اللعب وبس ده انا جدت له سرير كمان جاي وراي في السكة عشان ينام معانا هنا في الاوضة ينام معانا في الاوضة ده ايه امال فين ام امه هتاخده تلات ايام وانتي تلات ايام اه عشان يتعود عليكم انتو الاتنين ويوم الاجازة بقى هنقضيه كلنا سوا مع بعض هزن دي اسمة العدل زي ما ربنا قال ما ينفعش كده والله العين لازم يفضل في حوض نمه قلتلك انت امه انت زيك زي فرحة تمام والنبي ماما ما تنكفيني انا ما صدقت رسيت على الحل ده واقنعتها بيه يعني هي وافقت علي كده طبعا هي تاجره ترفضلي طلب بس انت مخدتش رأيي يا حبيبتي هو انت كن لكي رأي تاني بصراحة كده انا شايفة ان حكت وتروح بيت امه عشان ياخد على مكان بعينه ما انا جبت له نفس الحاجات هناك عند امه ايه ده يعني انت جبت له سريرين جبت له من كل حاجات اتنين عشان لو رح هناك او جيه هنا يلاقي الحاجات اللي هناك موجودة هنا ايوه بس كده كتير اوية زي مختار ده انت هو الا اللي هيخلف توقع وانا ان شاء الله انا بتخلي فعيل تاني مش لما ييجي الاولان بالسلامة الاول ان شاء الله هيجي ويت ربف عزنا كمان ولما ييجي التاني يلاقي حاجته موجودة وكاملة وزيادة الخير خيرين والشراء دلوقتي احلم الشراء بعدين قولي لي ليه اقولك انا ليه لهيه النبو هيرش دلوقتي بقرة هيبه برشين ايوه ميت لا 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 ما تقلعش بكرة الصبح المبلغ هيكون عندك المهم بس انت تعمل مطلوب الاجراءات اللازمة ميتر لبيب انا مش هوصيك انا عايز مصطفى يا اخو مبراعه باي شكل طائب طائب ماشي ماشي تماني ماشي مع السلامة دلوقتي مع الفسلمة تماني تماني انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز ماذا يا عشر؟ مالك؟ جواب من البنك خير ظاهر انه مش خير خالص هذا يبلغون ان الحساب فيه 1400 كنينة معقولة، انت مش قايل لي انك لسه معك فلوس كتير انا بصرف وبيحسبش ليه كده بس يا عشر؟ المصاريف كتير وفي كل اتجاه طب وبعدين هنعملين ده ده وقتي ده وعمر مفضلش فيك رشريت واحد وانت عارف انه لازم ياخدوا الجرعة في موعيده هطلب صلفة مش شكلة صلفة ايه؟ وهم هيددوها لك في ساعاتها كده على طول وحتى لو حصلت المعجزة هوددوك فلوس هيددوك كم يعني؟ هيددوك بكتير تمنع البتين ده وم بتوع عمر بقولك ايه؟ انا هلمل لك الدهب بتاعي، ينزل بيهم هوددهب دلوقتي غيلي وهيجيب مبلغ كويس لا لا خلي دهبك معك انا مش عايزاه، عمر عندي اهم قلتلك لا ايه هدى، انا هتصرف ترجمة نانسي قنقر لا، دلاش مختار ممكن يحس ويعمل لي مشكلة يا ابني يا اشرف فلوسك زي ما هي انا هاخد الشنطتين من عند اشرف ده مسحبش منهم مليين يعني انا ممكن اخد اللي محتاجه ورجعه تاني من غير ما هو يحس وابقى روح لمختار بقى استلف منه الباقي مهاخويا ولازم يوقف جنبي فشدتي انسى يا نديم يا ريتني قادر انسى نعم ما كنت زماني هنا دلوقتي يا اخي انا ما شفتش بجاحة بعد كده خلاص ما بقاش حلتي حاجة من تقلبتني وخدت اللي وراي وقدامي عايز مني ايتاني نعم مش هينفع الكلام انا يلا بينا على الفيلا وهناك بقى نتكلم براحتنا انا هو فيلا دي اللي نصبت علي وخدتها مني بعيب بعيب يا نعمة ما تقوليش نصبت انا مهما كان برضو جوزك وفي الاخر احنا الاتنين واحد يا حبيبتي لا يا حبيبي طول عمرنا حنفضل اتنين وعمرنا ما حنبقى واحد انسى يا نعمة يا نعمة انا بحبك وباقي عليك مش بقولك بجح نديم انا لا يمكن ارجعلك ابدا حتى لو كنت اخر راجل في الدنيا عارف ليه وانا يا حبيبتي لو اضمن اني لو رجعتلك الفلوس دي حتفضلي جنبي والله كنت رجعتها لك لا يا حبيبي انا مش عايز اب ترجعلي حاجة عارف ليه لان انا عارفة هاخد فلوسي منك ازاي انا دي وحتشوف لا اله الا الله يا نعمة يا نعمة انا لغاية دلوقتي بكلمك بالزهوء وبالود ما تخلنيش اكبارك تيجي لحد عندي بالقانون اه ليه يا حبيبي تكونش فكرني وليها سهلة ولا قليلت الحيلة يعني هتعملي يا نعمة لا ده انا هعمل كتير قوي جرب كده وانت حاجة يا نعمة الاخر مرة ايو ايو حنان ايه 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 مالك فيه ايه طلق حاس انك بتولدي طيب 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 انا جايلك حالا مسافة السكة نعمة الكلام بيننا لسه مخلص يا حبيبيبي لا بالنسبة لانا يا اخويا خالص يلا جري على الصنيورة بتاعت القليقة جفلة جحشو صغير زيك جتك العرب انت وهيه طيب اللي جابك هنا تاني بعد اللي عملته انا مختار انا جيت هنا عشان محتاج مساعدتك دي العيل البجح دي يا ربي بقى بعد ما تحكت على اختي وخدت فلوسها عايز مساعدتي وانا مستعدة ارجعلكو كل اللي خدته هترجع عشر مليون جنيه ايو بس تقنع نورة انها هتوافق ترجعلي الله 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 ايه تلغى يارك كده ابدا كل الحكاية ان انا كنت جعان وشبهت وانت ان شاء الله بقى لما ترجع الفلوس هتعيش من ايه يا مختار انا بقيت واحد تاني انا عندي دلوقتي شركة راس مالها اربعين مليون جنيه اربعين مليون جنيه اربعين مليون جنيه ايبتون من ايه انت ناس ان انا معاها ماجستير اقتصاد وادماغي دي تتتائل بالذهب للا اربعين مليون يبقى دماغك دي حتة ألماظ مش تتقل بالذهب انا الفلوس ما بقتش تهميني دلوقتي بقى عندي منها كتير انا كل اللي هميني دلوقتي ان ارجع اخد ابني وامراتي في حضنه انا هحاول علاقات هلا بالله قطعت هلبي يا مختار فهمني انت اخوها الكبير يعني لو كلمتها ممكن تقتنح انت مش هترجع لها فلوس ها طبعا وكاش كمان لو وفقت اذا كان كده ماشي يعني اعتمد على الله سم عليك الطامن يا ابو ياسين احنا بنعمل عمل خير ويا بغت من وفق راسين في الحلال في محضر برا طالب يقابر ساعتك محضر؟ عايز ايه؟ مش عارفة بس واضح انه مع اعلان من المحكمة وعايز ساعتك تستلمو بنفسك طب خليه ادخل حاضر يا فن اتفضل صباح الخير يا استاذ وحييجي من اين الخير؟ ما الصباح باين اهو على قدوم الوردين؟ انا محضر من محكمة شرق القاهرة عرفت يا سيدا خير حضرتك الاستاذ ساعد عبدالسطار ليه؟ ايو انا معايا اعلان من المحكمة بدعوة طلاق من السيدة رشا شاهينة بالفتوع زوجة حضرتك طلاق؟ افضل حضرتك انضيلي هنا بالاستلام شكرا هي وصلت الوضاع على غاية كده؟ ماشا رشا رجل رجل انه اعلم كيف احنا؟ نعم يا سيد سماح؟ اسمي المعلمة سماح نعم يا معلمة سماح؟ ماشي نعم يا معلمة سماح؟ اعزك تريح للمعلم شوري تجيب منه الفلوس اقول له عشان معلمة سماح محتاجا مول للطلبية الجديدة لو حضر من ببلغ شيء يبعطه لما تبعطي صبي بالصبيار وأنا مش هورجي يا ست ما هو جايز يبعط فلوس ما أمنش عليها أي صبي صغير صح طب بالإذنة معلمها سلامة نت معاك يا منيب ايه دا؟ مخدرات؟ شفت ابن الحرام؟ عامل المخزن دول قبلة جارة المخدرات وإحنا ولا إحنا دريانين طبعاً عشان يخلي مسؤوليته ولو حصل حاجة سي مختر وإخواته فهما اللي يلبسوها طبعاً بليه يا عم بشانتي؟ يا عم بر تفتكر أبلغ عنه الفريق؟ لو بلغته عنه من غير حالة تلبس ممكن يطلع منه وممكن كمان انتو اللي تلبسوه والعمر أنا شايف إنك تبلغ السموخطار وهو اللي انصرت طبعاً لازم يعرف بس لازم تتخلص من التهمة دي دلوقتي حالاً لا ده ده الدليل اللي حيخليه صدق لازم يشوف بعنيه وإيه اللي حيفضل متغمي وفاكر إن الرجب ده واحد من رجالته خلاص يا بنتي عشان ده محل أكل إيش ووجودها هنا ممكن يخرب بيوتنا كلنا ما تقلقش أنا هتصرف في الموضوع ده خلي بالك يا بنتي انت طيبة عشان كده ربنا سترها معانا ربنا نخليك لينا وما يحرمناش منك أبداً تعيش يا عم بشانت ألف الحمد الله على سلامتك يا حبيبتي الله يسلمك يا نديم ابني فين؟ اتطمّن يا حبيبتي زي منهم جايبينه دلوقتي علشان نشوفه اتطمّنت عليه؟ والحقيقة أنا لسه ما شفتوش بس بيقولولي عليه زي الأمر يعني حيطلع لمين؟ أكيد لمامتك اخصى عليك يا نديم طب أنا عايزة يطلع شبهك الشبه هي بس يا حنان يا شيخة حرام عليك عايزة يطلع بالوحاشة دي وما ياخدش حاجة من الأمر اللي قدامي ده يا الله يا حبيبي علشان تسلم على مامتك سمي يا نديم سمي عليه حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله جال الكلامي جال الكلامي مش سايب منك حاجة أبداً ورغولي يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس عليك يا نديم ده شبهك الخلق الناطق ده استنساخ بجد يا حناني أهو بص في الصوري شبهي جداً ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويقوط ربا فعزة طيب إيه رأيك بقى أسمي كريم علشان يبقى زي شكلاً وموضوعاً يا حبيبي ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحرميش منك أبداً ياه وحشتيني قوي حياتي وحشتيني قوي حبيبتي ايه ده ايه ده؟ الأستاذ بتاعنا نام؟ هاتيه بقى ما دخل قط سيبيه شوية خليه مدفيني ماشي يا ستي انت عارفة؟ انا كل بيشوف عمر وبلمسه وحس نافز وطولع ونازم كأن حياة بنتي لسه معي ربنا يخله لنا كلنا عشان كده انا كنت عايز اسألك رأيي كيف العرض اللي عرضتوا عليكي عرضي؟ عرض جوازك من أشرف يعني نتلم كده ونبقى كلنا عيلة انا بشكرك ياهود على مشاعرك دي بس انا مش ممكن اقبل العرض ده انا عارفة ومقدارة ان الموقف غريب شوية بس دي اقل حاجة قدر قدمها لك بعد كل اللي عملتي معي انا عمر مكلية اخت بس انا بجد حساكي اختي قوي ده احنا اكتر من اخوات انا اتولدت على اديكي من جديد وتفتكري بقى بعد ما بقينا اخوات ممكن اقدر او حتى يهون علي اني اتجوز جزوختي يا ستي انتز علانة ليه؟ انا موافقة بس انا بقى مش موافقة ولو خايفة علي من الوحدة فانا بقى اكدلك ان انا بيك ومش وحيدة وطول ما عمر قلبه بخير وبيدق فده كفاية علي كفاية علي قوي مالك يا سعد شيل هموم الدنيا على دماغك ليه يا ابني النهاردة الصبح جالي محضر ايه؟ محضر؟ ليه كفا للشر؟ راشا طلبة طلاء طلبة طلاء؟ ليه؟ هي حصلت؟ طلقت انت صح اللعاء وانا اللي اطلّعت غلط يا م قلتلك يا ابني دي ما تنس بكش ركبت راسك واصريت عليها كنت متخيل أن ممكن أغيرها كنت متخيل أن ممكن أشكلها زي ما أنا عايز ليه؟ هي حدة قماش دي ماني قدمة يا بني من دم ولاحم واطباع واطباحها كده لا يمكن تتغير أبدا وسلامتها بقى طلبة طلق ليه بتقول أن أنا هاجر عائشة زوجية وأن دا أعمل لها مشاكل نفسية خلاص؟ ارجع لها وصد عليها حجتها أرجع لها بعد اللي هي عملته دا يا أمي لا يمكن طبعا طب إهدى يا حبيبي اهدى والله يا ابني مش عارف أقول لك إيه ما كانش بس هي حامل وبطنها طفل أنا كنت قلت لك طلقها لكن الطفل دا بقى زم وإيه في مشاكلكم؟ الطفل دا يبقى إبني أنا ولا يمكن أتنزل عنه مهما حصل أيوة يا ابني بس القانون بتديع الحق في حضنته لحد 13 سنة ولا يوم واحد ولا حتشوفوا لمدة يوم واحد حتى طب إهدى يا حبيبي اهدى يا سعد ما ستعصبش كده يا ابني أعمل إيه يا أمي أعمل إيه؟ والله يا ابني ما أنا عارف أقول لك تعمل إيه لكن العمل عمل ربنا بقول لك يا حبيبي روح كده إلا توضى وصل ركعتل لله ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويرشدك لطريق الصواب والحل يلا يا حبيبي يلا لا حاول ولا قلت إلا بالله العلي العظيم استغفرك يا رب وأتوب إليك استغفرك يا رب وأتوب إليك انت هنا يا مغمرة انا بطور عليك فيه إيه يا حبيبتي فيه موضوع مهم لكده لو ملحق لهوش دلوقتي حتبقى بصيبة فيه إيه كفالة الشارك كلم يا سماعي ما ينفعش هنا تعالي تعالي يا حوش القوضة معي لاما عارفة فيه إيه بس يا ربي يا مال المصايب عمالة ترف علينا اليومين دول كده مش عارفة فيه إيه بص شوفي إيه ده تا مخدرات يا سيبتي مخدرات في بيتنا هي حصالت لقيتها في المدبغة ده ساطر ربنا اني شفتها بالك يا ماما كوسر لو الحكومة شمت خبر انها عندنا كانوا عملوا إيه كدتبقى فضيحة ومصيبة سودة يا رب سترها يا رب إلى مين ياختي العامل اللي عاملة السودة دي المناي اللي اسمه راجب راجب يقطع راجب واسنين راجب هو لسه مختار متمسك بيه وبشغاله يا بنتي ما نجيالك عشان تقنعيه وتنسى حية ردو ده وقت شر ولو فضل في حجرنا حنتكيوه بناره لا قولي له انت الأول خليه شوف المصيبة دي بعنيه ولو رفض انا حتدخل يعني ده رأيك ايوه يا حبيبتي ده رأيي انا عارفة ابني صوته من دماغه وعنيد ولو فضلنا ندن على دماغه من هنا لبعد ويقرر صور مش هيسمع كلام اي حد لكن لما شوفها بعنيه يمكن يتحرك ويعمل حاجة عمرك يا ماما انا مش عارفة يا حبيبتي من غيرك ونا عملنا ايه ربنا يسترها معاك الدنيا واخر يا رب مشكري قوي يا حبيبتي لا شكرا على واكب ده انا عايشة بيكو وانا من غيركو ولا حاجة يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب تفضل يا سيدي ادي شنطة مليون جنيه زي ما وعدتك وتخليهم اتنين مليون يا مختار اتنين مليون ايه واحنا بنفرق يا ابنة بطني مفتوحة في عمليات وشغل ومصالح كتير قوي انت رول انك اخوية ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه مش حرف ليه حاس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتدهملي وهو مليون جنيه ده شوية يعني فكة خلاص ان شاء الله هردهملك في اقرب وقت اه امتى بقى على اول السنة الجديدة كويس ماشي يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنة الجديدة الشيك ايه يا مختار لا تكتبولي وانت مش مقامل لي ولا ايه قعيب يا سعد قعيب ده انت اخوي اخونك ازاي يعني وايه اللي ايه امال الشيك ده معناه ايه الشيك ده لضمان الموت من الحياة وده شرع ربنا اسعد ما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بيناش لوحدنا بقى فيه عيال جاهلنا في السكة انت مستني مولود وانا مستني مولود ولازم نحافظ على اموالنا علشان عيالنا خلاص يا عم خلاص يا عم انت هتعمل لي فيلم تفضل يا سيدي تفضل انت كده تمام التمام مش هانا فيه اخي تحس كده ان الفلوس دي بقيت لها حرام ولا ايه مفيهاش بركة تاني يا سعد هنعيده تاني مالانا ايه اللي بيجرالي ده مختار ده سوق تخطيط منك مالا قدامك اهو اشياتي معدن وفل الفل يا عم الله هو اكبر ما تقرش على نفسك واما بنعمة ربك فايه فحدس عرفت ان رشا طلب الطلاق بنت الابالسة خدتك لحم ورامتك عضن لعبتها خرصة بدي اللئيمة بس انا مش هسبر هتعمل ايه بقى هقوم اجدع محامة في البلد وحجرجرها في المحاكم مودي يا حمار وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك دي في صالح السد السد ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخوي طب اعمل يا مختار ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا يا عم مات ايه مات ايه فالله ولا فالك يا مختار يا عم بعد الشر بعد الشر طبعا مات كده وكده يعني لا يا مختار انا وابني لازم نعيش في النور رشا هي اللي لازم تعيش في الظلمة ازاي يعني انا في فكرة بنت قابل سبت في دماغي وعايز عايزة مخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها فكرة ايه دي يا معل حقولك يا مختار بس اتوعدني اللي حقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك سرك في بير يا اخوي قول 18 مليون ونص ودول بتوع ايه دول بقى نصيبي في المراس ليه؟ هو عمي كان عنده مال قرون مال قرون ولا حاجة الحكاية كلها ميت مليون ميت مليون؟ هي تجارة الجلود بتكسب قوي كده؟ تقول مش من تجارة الجلود قمال من ايه؟ صفقة كده بابا عمالها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين ايوة ايه صفقة ايه دي لتكسب الفلوس دي كلها؟ ادوية متهربة متهربة؟ عشان كده انا رفضت اخده وخدت بس نصيبي الحلال المليون ونص اللي خلاص خلصه ومش باقي منهم حاجة طب والعمل يا أشرف ابننا بين الحياة ونموت ده خلاص الده وقره بيخلص ما فيش قدامي غير ان احنا نبيع ذهبك وحتى لو بيعنا الدهب هيجيب لنا كام يعني وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر هو ده اللي محيارني ومخليني مش قادر افكر روح هات الفلوس يا أشرف بقولك دي فلوس حرام ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا وإحنا معنا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجة بس انا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى ربنا غفور رحيم وإحنا مضطرين وربنا اللي قال كده ومن اضطر غير باغن ولا عادن فلا إثم عليه بقيتش اتصور انك هتوافق ان احنا ممكن نمدي ايدينا على الفلوس دي يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده بس احنا في لحظة صعبة قوي والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها ولازم نتحرك وبسرعة يا ما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينينا مبيقدروش يعملونهم حاجة من فقرهم وإن اللي تحلتهم وإحنا معنا الفلوس وفي قدينا الحل مش معقول بقى ما نساعدش بي ابننا انت شايفة كده صدقني مفيش قدامنا غير كده ده الفلوس دي جات لنا نجدة أشرف أنا كنت خلاص هتجنب من كتر التفكير ومش معقول بقى يجينا الحل ومنتمسكش بيه وننفزه لو عايزت زهيلها على نفسك اتبرع بجزء من الفلوس دي للغلابة وهو كده تبقى ريحة ضميرك وطهرت فلوسك يا سهلة كده فكرك ربنا هيقبل وليه لأ إحنا بننا مريض ومضطرين إيه الغلط في كده بقى هيا يا أشرف قلت إيه مش عارف بس بينا فكر فكر براحتك يا أشرف بس لازم تعرف إنك هترسى على الحل ده لإن مفيش غيره وأنا ما عنديش استعداد أعيش لحظة واحدة من غير ابني وبقولك هو لو عمر جراله أي حاجة أنا هنتحر استني يا هودا تنتحري ده إيه إحنا بنتكلم مع بعض مفيش وقت للكلام ابننا لازم ياخد الدوافة معاه يا أشرف واللي هيموت أعرف يعني إيه هيموت هيضيع مننا يا أشرف لازم نتحركه بسرعة أرجوك أبوز إيدك بس بقى كفاية كفاية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ هم دول جرالهم حاجة؟ اه جرالهم ناقص منهم شنطتين اتنين مليون جنيه؟ يا نهار السود انت متأكد؟ بقولك الفلوس ناقصتها قولي متأكد بقى انت عرفت منين يعني اللي هم ناسهم؟ روحت وبصيت عليهم دي تبقى مصيبة لو حد غيرنا عارف مكانهم يعني مش انت اللي خدتهم يا لو اختارتهم؟ وانا اخدهم ليه ان شاء الله؟ ناقص ملايين؟ مانا قشيتي؟ فل والحمد لله وانت يا سعب؟ بصراحة بصراحة اشرف انا اللي خرفت انت؟ يعني ايه؟ زي انا قتف فرشين كده عشان ارجعه على رجلي تاني في السوق ما قلت ليش ليه؟ انا قلت انت مش حاطتهم في دماغك قلت هاخدهم وارجعهم من غير ما عامل لك دوشة اثنين مليون جنيه يا سعد اشرف انا مستعد اكتب لك بيهم شيك دلوقتي عشان تضمن حقك انت بتخرف بتقول يا سعد لانت اخويا عموما مفيش مشكلة انا قلقتي بس لما روحتوا مليتهمش مكانهم خفت ليكون حد غيرنا دخل المكان شايف شايف الاخوات بيعملوا ايه مع بعض مش انت تسلفني مليون جنيت كنت ابني بيهم وصل امانة دي الاصول يا سعد اذا تدينتم فتكاتبوا وبعدين انت يعني انا هسجنك ما ده ضمان لحق ابني وابنك اللي جاين في السكة ده انا اخوك يلا هواني عشان اخويا تاكل حقي ده انت المفروض تحفظ لي عن ايه انت بكتب اخوك وصل امانة يا مختار دي اصول التجارة يا سيادة الرائد وبعدين اقول لي بقى انت ايه اللي ودك هناك مش كنت مستحرم الفلوس دي؟ ها؟ زنات فرشين عشان ده وعمر طريت اروح ويلاقتي لما لقيته من قصيب يعني انت خلاص اشرف؟ لو ايه تاخد الفلوس؟ مضطر يا سعد نصيبي اللي فات خلص في عمليات عمر والحمد لله روان بالسلامة فكه بقى فكه بقى جدع ما تكشكشهاش عيش بقى كده ليه انت كده بتريد تفكر صح؟ تشاف كده؟ طبعا هي كده اخي ومالا لنرى قلبي مقبود عشان ما انتش واخد عالعز والبرطاعة في الملايين بكرا اما رجليك تاخد على كده قلبك هيتطم طبعا اشرف بس ازلنا بقى عشان وراء شغل خدني معاك سلام يا جنابي المليونير انت بتتريك؟ بالعكس ده اللي بفكرك بوضعك الجديد عشان تتصرف على اساسه عشان تبارع عش كده وتبقى اخر تعطاع ده انت اخويا واتمنالك كل خير بس كده بقى ما فيش حد حسب الحد سلام يلا ساعد بيه سلام 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 الله ده بيضحك اسم الله عليه اسم الله عليه سمح زي مامته انت اللي سامحة وقلب كبيض وطيبة جيبان يا سامحة ربنا يخليك يا حبيبتي اللي في القلب في القلب والله ربنا يديم المعروف بيننا اخ يا ما نفسي اشوف عي اللي نحمة يقول لها يا ماما قبل ما موت ده هيجي بقى ازاي من غير جواز وانا بصراحة يا حجة نفسي تتجوز وتبقى في بيت راجل ان جتي الحق هي لازم تتجوز يا ماما عايز تخلصي منها وازاي هيعمل بيت ولا ايه يا بيت بطالة تفكيرك السايق ده انا لو بفكر كده كنت جيبتها تقيش معايا هنا يا ماما دي بتضحك معايا انا قصدي يعني ان نعمة لسه صغيرة وممكن تجيلها فرصة تانية مع واحدة كون بيحبها ويقدرها ده تفكيرك الموضوع كون انا فاهمك يا حجة انا بس خايفة للعمر يتقدم بنعمة وتلاقي نفسها وحيدة ده انا بقول يا رب تتجوز ويتخلف وبعدين تتطلق يا ساتي يا رب ليه بتقولي كده اصل الرجالة ملهاش امان والوحدة مننا ملهاش غير ضناها لما تكبر تسند عليك انا عندي كهو لولا نعمة ما كنتش هقدر عيش يا اختي دي الخلفة نعمة واللي يكرهها يعمة انا بس نوعا ايه يا منعمة دي؟ ده كلام برضو وانا قلت حاجة غلط انتي مش عارفة ان سامح مبتخلبش يوه يا اختي خدتني الجلالة في الكلام ونسيت خالص انها قاعدة طب بنا يصبرها وينويلها الطفل اللي بتتمنى معلش يا سماح حقيقي علي يا حبيبتي مصحية في انا حقي عليكي لي بس؟ مفيش حاجة انتي عارفة منعمة ستة كبيرة بتخرب في الكلام الستة مغلطتش في حاجة دي خايفة على بنتها وبتفطفط يا عليكي يا سماح هتجننيني بقادة بيكتو ده مش قادة ده الطبيعي عشان انتي ستة عقلة مش معقدة وحتعقد من ايه بس؟ هو في حاجة تعقد لا يا حبيبتي مفيش اي حاجة في الدنيا تعقد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود وانتي ستة مؤمنة وعارفة ان ده مؤدر ومكتوب الحمد لله على كل شيء ايه واعتف تكري حبيبتي ان ربنا سبحانه وتعالى لما حرمك من الخلفة يبقى ده بيناقصك حاجة بالعكس ده بيميزك لعبيطة يعني معقولة معقولة تبقى عدم خلفتي ميزة كلام في سرك ما تقولش لحد انا ندمان ان انا خلفت اولاد يدور كلهم معقولة معقولة تندمي ده انت فنيتي عمرك عشانهم ايوه فنيت عمري عشانهم عشان ربيهم عشان افضل جنبهم واحميهم لكن يخسارة الدنيا خديتهم مني عشان كده بقى اللي مبتخلفش دي قريح لا ياه يا ماما بحد كده شيلة جوك عشان كده نحمد ربينا يا حبيبتي على اللي انت فيه واللي بيشوف بلاوي الناس بيطون عليه بلاويه بتحكي بقى كون الحرام في البضع في البضع البضع فين يا خرط بتك يا رجب يا خرط بتك يا رجب يا خرط بتك يا رجب البطاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي ايه ده؟ عشان تعرف ان فيه شغل الله واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو ديله نجس؟ تتكلم عن مين يا سماح؟ الزفت رجب، لقيته مخبي الهباب ده في المخصر رجب يا ابن الحرام جاب الصنف ده منين يا شيحة، من فيش منه ولا سجارة ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، ام مواد نجس صحية بيلعب في الحرام من وراك ومتحمى فيك، ولولا ساتر ربنا كان ممكن يجروك وراه في دهية طب ما يمكن اعنا يا سموحة البطاعة دي تكون لإستعماله الشخصي ملاش نظلم الناس يا سماح يا سلاة، كل البطاعة دي لإستعماله الشخصي؟ ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ مصطول لو بيتاجر فيها كان قلي ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وباشتريه ولو بالغلق يا سيموختار ده لو قال للدنيا كلها مش هيقولك انت شمعنا؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وحتحس انه ممكن يلوسك معاه فتطرده من جنتك وساعتها حيلودن ويلاقي حد يشغله ويتحامى في دله سلاة ممكن ده عيل سيسوي عملها يا سيموختار راجب ده خطر عليك يعني عايزان اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده؟ لا 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 كله اللي الشوشرة يا سماح؟ لا 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 يفتح بقى سين وجيم ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا لا كيفان نطرده بس؟ طب والبضاعة دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعة دي بقى هصديرها لنفسي ده احنا في ايام ما يعلم بيه هلا ربنا دي كمية ممكن توديك في دهل؟ احيب بقى هو انا رجب ولا ايه؟ لانا هخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها انت حر يا اخوي بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص اذا كان كده ماشي؟ يلا اقوم يعملي لكوباية شاي كده على ملفلي سجارة مستنى في المعتبر ده يلا حشيشة ألفي حاضر يا ابني ليه يا رجب؟ مختار عملتلي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمة؟ يا نهار سود علي انت نسيت نسيت ايه؟ بقولك ايه؟ انا مش نقص جنالك عالصبح حق اللي هتجبولي من نديم اه بحقق لسه شوية لسه لسه شوية لحد قمت يعني ان شاء الله لحد ما شوفلك طريقة اجبلك بيها حققك من نديم لا يا اخويا اتطمن انا عندي الطريقة طريقة ايه؟ انت عرفت ان النديم خلي فود؟ اه طبعا عرفت قال لي ربنا بارك له احنا بقى